نروح لي أرقام تاريخية في فوز انجلترا اليوم على إيران 14 دقيقة كان وقت بدل ضايع خلال الشوت الأول وهي أطول وقت بدل ضايع يحسب في تاريخ مباريات كأس العالم كما احتسب الحكم 10 دقائق في الشوت الثاني ليكون إجمالي الدقائق المضافة في الوقت المحتسب بدلا من الضايع في الشوتين 24 دقيقة يعني المباراة استمرت ما يقرم من 114 دقيقة كتير كتير أو كان فيه إصابات وكان فيه توقفات كثيرة انجلترا بعد 49 ثانية من دخوله كبديل راشفورد يعني سجل أو سجل لرقم قياسي أنه يكون ثالث أسرع بديل يسجل في تاريخ المنديال راشفورد أخيرا بيفوق بيفوق مع مانشستو بيفوق بصراحة مع انجلترا برينجهام اللي قلت لكم الوقاعد جدا لعب بروسيا دورتموند أصبح ثاني أصغر لاعب انجليز يسجل في تاريخ كأس العالم بعد مايكل أوين في 1998 أمام رومانيا يعني فاكي الهدف بتاع مايكل أوين ده كويس قوي في رومانيا كان معجزة وقتها مايكل أوين بوكايوساكا أصبح ثالث أصغر لاعب انجليز يسجل في تاريخ كأس العالم بعد مايكل أوين وبرينجهام يعني النهاردة رقمين برينجهام وساكا ودي برضو صورة برينجهام أمامنا تسعتاشر سنة يا جماعة تسعتاشر سنة برينجهام وساكا أول لعبان من موليد الألفية الجديدة يسجلان في تاريخ كأس العالم رقم ساكا ألفين واحد وبرينجهام ألفين وثلاثة سورين أوي سورين أوي